بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى الله حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا من حياتي أحدهم فقهاء الإمامية وهو العالم الجليل محمد بن علي ابن أبي جمهور الأحسائي يعرف بابن أبي جمهور الأحسائي أكثر من معرفته باسمه الأول كان موجودا في سنة تسعمائة واحد أما عن سنة وفاته فغير معلومة بعضهم احتمل تسعمائة وثلاثين أو بعدها باعتبار أنه كان معاصرا للمحقق الثاني الشيخ علي عبد العال الكركي وأستاذهما واحد نحن عندما نتعرض لذكر بعض هؤلاء الأعلام مثل ابن أبي جمهور الليلة أو شيخ إبراهيم ابن سليمان المعروف بالفاضل القطيفي في الليلة القادمة الغرض منه أكثر من جهة واحد منه قضية الاقتداء والتأسي ومعرفة أحوال هؤلاء الأفاضل والعلماء الذين ننتمي إليهم بالإضافة إلى المذهب في المنطقة أيضا وهناك غرض آخر مهم هو التأكيد على الجذور التاريخية للتشيع في هذه المنطقة الشيعة في هذه المنطقة ليسوا وافدين وليس التشيع طارئا عليهم أيضا وإنما هم أهالي هذه المنطقة منذ دخل الإسلام إليها في هجر الأحساء وفي القطيف الخط واستمر هذا التواجد جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن إلى أيامنا الحاضرة وجود علماء وفقهاء وفضلاء في مختلف أدوار التاريخ لهذه المنطقة يؤكد هذا البعد الديني والمذهبي لأهلها وهذا يشير إلى أن المذهب ليس طارئا ولا أهل المنطقة طارئون عليها وإنما كلا الأمرين هو أصيل وثابت من القدم ابن أبي جمهور واحد من فقهاء الطائفة بدأ في دراسته على يد والده الذي كان أيضا من العلماء لكن لم يحظى والده بنفس الاشتهار الذي حظي به الولد ثم بعد ذلك درسه في العراق على يد أحد كبار العلماء يسمى الشيخ حسن الفتال وأيضا على يد أبي هلال الجزائري وهو أستاذ المحقق الثاني المحقق الكركي ابن أبي جمهور والمحقق الكركي من طبق واحدة من حيث الزمان وأيضا أستاذهما واحد وهو هذا أبو هلال الشيخ أبو هلال الجزائري اللي استفاذ منه ابن أبي جمهور الأحسائي والشيخ الكركي استفادة كبيرة الأحساء الأحساء ينسب إليها بالأحساء معنى الأحساء في اللغة العربية غير أنه هذه منطقة الإقليم المعروف الأحساء تعبير عن معنى معين جمع لحسي الحسي في اللغة العربية منطقة رملية يتراكم فيها التراب أو الرامل لكن تحتها قطعة صخرية أو جبل صخري فيجتمع ماء المطر بعد أن يتسرب من هذه الرمال إلى تلك المنطقة الصخرية ولذلك يمكن استخراجه بسهولة يعني ما يحتاجون في منطقة الحسي والأحساء بحسب اللغة إلى حفر آبار عميق ليش لأن هذا على ارتفاع معين المنطقة الرملية تنتهي ثم تأتي منطقة صخرية هذا في اللغة العربية يقال له حسي وجمعه أحساء وهذا أيضا يوافق المنطقة من ناحيتها الإقليمية باعتبار كثرة الآبار والعيون والمياه فيها وأنه ما تحتاج إلى حفر عميق جدا لا سيما في بدايات أمرها ينسب إليها فيقال الأحساء ونسب هذا الرجل إلى منطقته وإلى جده فيقال ابن أبي جمهور الأحساء يظهر من حياته أنه كان معني بالقضية المذهبية وبالعلاقة بين السنة والشيعة وهذا نقدر نشوفه في عدة جهات وعدة ملاحظات الجهة الأولى اهتمامه بقضية المناظرات المناظرات في أمر الإمامة وفي تقدم أهل البيت عليهم السلام على غيرهم وعنده مناظرة تنقل مكتوبة يعني وتنقل مدونة الآن تسمى مناظرة ابن أبي جمهور مع الفاضل الهروي الفاضل الهروي عالم كبير من أفغانستان من بلدة هرات اجتمع معه في بلدة خراسان في ذلك الزمان قبل أن نشرع في الاستشهاد في هذه القضية نشير إلى نقطة قسم من الناس ربما يقول أنه شنو فائدة هذه المناظرات ما جرت إلا المشاكل لماذا تنقبون عن التاريخ لماذا تستعيدون هذه المنافرات وهذه المشاكل الأفضل تركها جواب على ذلك هناك نوعان من المناظرات أكو مناظرة غرضها الإثارة العلمية وتثبيت ما يذهب إليه الإنسان بالدليل غرض علمي وغرض أيضا تركيز العقيدة وتلتزم بآداب الحوار والمناظرة والمناقشة ما فيها شتائم ما فيها إساءة أدب للطرف الآخر لا تهدف إلى إثارة البغضاء لا تهدف إلى إثارة الإحن بين الناس هذه المناظرة ما فيها أي بأس على الإطلاق بل بالعكس مثل هذه المناظرات هي التي تشجع الحالة العلمية بتحدي السؤال وانتظار الجواب إذا التزمت بغرض علمي ولم تكن هادفة إلى إثارة البغضاء والمشاكل والإحن وكانت ملتزمة أيضا في أثناء الحوار أطراف الحوار ملتزمة بآداب المناظرة والمناقشة ما كو تسقيط ما كو شتائم ما كو إهانة هذه المناظرات مطلوبة هذه المناظرات مهمة ليش لأنها تثر الساحة العلمية خصوصا إذا جرت بين العلماء عالم عنده إشكال يستدعي من ذاك العالم جواب وهكذا ثم ينفض كل واحد إله رأيه وكل واحد يدعم رأيه بالدليل هذا ما فيه بأس أبدا متى تكون المناظرة غير جيدة عندما يكون الغرض منها إثارة الشحناء والبغضاء في الوسط الاجتماعي يكون الغرض منها تعبئة طائفية لهذه الجهة ضد تلك الجهة يكون أسلوبها أسلوب غير مؤدب شتائم لهذا الطرف إهانة لهذا الطرف هذه مناظرة غير مطلوبة لأنها تخالف الأعداب الإسلامية وأهداف أهداف غير نبيلة فضمن هالإطار جرت مناظرة ابن أبي جمهور الأحسائي مع الفاضل الهروي في خراسان كان ابن أبي جمهور نازلا عند أحد تلامذته اسمه السيد محسن الرضوي واحد من تلامذته فصاد في ذلك الوقت أن جاء هذا الفاضل الهروي من أفغانستان فرغب إلى ابن أبي جمهور وإلى الفاضل الهروي أن يجتمعوا ويتناقشوا في مختلف فنون العلم صار اجتماع فيما بينهم هذا كل واحد يحترم الآخر ثم بدأ الفاضل الهروي وهو حنفي المذهب يسأل من ابن أبي جمهور هذا من أفغانستان هذا من الأحساء سأل قال له ما هو مذهبك يسأل ابن أبي جمهور قال لأنا مذهبي في الأصول حيث دلني الدليل على ذلك وفي الفروع لفقه ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام حتى الإجابة إجابة محسوبة قال إذن أمت إمامي المذهب قال تستطيع أن تقول ذلك قال فإن الإمامية يقولون إن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله بلا فصل قال أنا أقول بذلك أيضا قال ما الدليل عليه شنو دليلك على أن علي بن أبي طالب خليفة للنبي بلا فصل مو الخليفة الرابع قال أنا لا أحتاج إلى الدليل أنت تحتاج إلى الدليل قال لك كيف قال لأني أنا وأنت متفقان على على أن علي بن أبي طالب خليفة رسول الله أنت تقول خليفة النبي لا تقول خليفة النبي أنا أيضا أقول خليفة النبي لكنك تقول خليفة بعد ثلاثة فتدعي أنه خليفة مع الانفصال جيب الدليل على الانفصال أنا وياك متفقان على ماذا على أنه خليفة للنبي أنت تقول خليفة وأنا أقول خليفة أنت تدعي دعوة زائدة تقول هذا خليفة منفصل طيب هذه الدعوة تحتاج إلى دليل يجيب دليل على ذلك الجالسون من السنة ومن الشيعة قالوا للفاضل الهروي كلام الشيخ ابن نبي جمهور صحيح أنت تحتاج إلى دليل فسكت قليلا ثم قال أنا دليلي على الانفصال الإجماع الذي قام على خلافة أبي باكر فإذا صارت خلافة أبي باكر مجمع عليها فصار هناك انفصال بين خلافة علي بين صحيح خليفة ولكن خليفة بعد فاصل فقال له ابن أبي جمهور أذا دليلك الإجماع قال نعم قال الإجماع على مذهبي أو على مذهبك إجماعنا نحن الآن لو إجماع من كان في زمان رسول الله قال له جاوبني عليهم كلهم قال أما على مذهبي فالإجماع لا ينفعك ليش؟ لأن الإجماع على مذهبي إنما يكون حجة إذا كشف عن رأي المعصوم ولا شك أن رأي المعصوم لا يقر بخلافة أبي باكر فإذا الإجماع على مذهبي ما ينفعك يبقى الإجماع على مذهبك نجي نقول الإجماع على مذهبك إجماعنا نحن الآن أو إجماع من كان في زمان رسول الله إجماعنا نحن الآن ما يفيدك بشيء إذا يفيدك شيء يفيدك إجماع من كان في زمان الخلفاء أنفسهم بعد وفاة رسول الله ولم يكن هناك إجماع على خلافة رسول الله العباس بن عبد المطلب ابن عباس علي بن أبي طالب بن هاشم كلهم لم يكونوا قد قبلوا بخلافة أبي باكر وأيضا الأنصار سعد بن عبادة نصف الأنصار على الأقل لم يكنوا قد قبلوا بخلافة أبي باكر حتى لقد ديس بالأقدام في السقيفة بنوا أمي زعيمهم أبو سفيان في ذلك الوقت أبو سفيان لم يكن قد قبل بخلافة أبي باكر في المسلمين لا الأنصار نصهم ولا بنوا هاشم اللي هم أهم حي في قريش ولا بنوا أمي اللي رئيسهم أبو سفيان يوافقون على هذه الخلافة كيف تدعي الإجماع مع وجودي هؤلاء المخالفين وهم يشكلون من الناحية العددية ومن الناحية الاجتماعية عدد مهم جدا في ما بين المسلمين فلا إجماع إذن إذا ما عندك إجماع في ذاك الوقت وإجماع الآن ما يفيد وإجماع على مذهبي ما يفيد إذن حجتك باطلة وساقطة المهم يستمر هذا النقاش بأدب وبهدوء وينفض المجلس عن تفوق الشيخ ابن أبي جمهور في طريقة مناظرته وأدلته أريد أقول لك هذا يشير إلى أن الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي كان معنيا بالقضية المذهبية هذا واحد من ملاحظاتنا في هذه الجهة الملاحظة الأخرى أن الشيخ ابن أبي جمهور في تأليفاته لما إجي ألف لاحظت شيء وهو أن هناك مسائل يختص بها شيعة أهل البيت عليهم السلام ويستدلون عليها بأحاديث من أقوال الأئمة مع أن لهم سندا من أقوال رسول الله مما صح عند غيرهم من حديث رسول الله والاستدلال بهذاك الطريق رح يكون أقوى مثلا قضية الجمع بين الصلاتين في غير عذر ولا مرض ولا سفر اختيارا هذا يختص به شيعة أهل البيت يجمعون بين الظهر والعاصر وبين المغرب والعشاء حتى لو ما كانوا في سفر لو ما كانوا أيضا مرضى لو ما كانوا معذورين هذه من الأشياء المعروفة عنهم وهناك روايات عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة في هذا المعنى لكن هناك روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صححها محدثوا السنة وعلماؤهم فأورد هذه الروايات كلها لكي يستدل بها على ما تفرد به الشيعة من مساء الفقهية هذا أيضا في أمر المحاورة المذهبية أقوى وأبلغ في الاستدلال مثلا قضية عدم جواز الصوم في السفر على نحو العزيمة عندنا نحن الشيعة أنه لا يصح الصيام أثناء السفر ولو صام وهو مسافر بطل صومه ضمن تفاصيل عند غيرنا أن ترك الصيام في السفر رخصة يعني لك أن تصوم ولك أن تترخص بترك الصيام تقدر تصوم ويكتب إليك تقدر تترك الصيام وتبدله بيوم آخر راح هذا ابن أبي جمهور رحمة الله عليه ورأى في ما رواه أهل السنة في أحاديثهم عن رسول الله وصححوه ما يشير إلى رأي شيعة أهل البيت من عدم جواز الصيام على نحو العزيمة في السفر وعلى هذا المعدل من المسائل راح استقصاها ورأى أن الاستدلال عليها بما صح عند أهل السنة من روايات عن رسول الله هو أبلغ في الاستدلال وهذا يشير إلى أن القضية المذهبية والحوار العلمي في هذا الإطار كان حاضرا عنده طيب نقطة ثالثة نشير إليها كأنه يستفاد من كلمات ابن أبي جمهور نوع من مواجهة الكلام الذي ربما قاله بعض الناس من أن الشيعة لا يهتمون بأحاديث رسول الله كل اللي عندهم قال الباقر وقال الصادق وأما أحاديث رسول الله فهي مالتنا إحنا السنة وأما الشيعة فما عندهم رسول الله وما عندهم أحاديثه فقام باستقصاء الروايات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أبواب الفقه المختلفة سواء تلك التي وردت عن طريق أهل البيت عليه السلام أو عن غير طريق أهل البيت لكنها صحيحة أو يوثق بصدورها وجاء دونها في كتابه المشهور عوالي اللآل فهذا صنع أكثر من أثر الأثر الأول إذا واحد إجا وقال ترى الشيعة ما يهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كانت هذه تهمة باطلة ولكن هذا الكتاب في أبواب الفقه المختلفة جاء فيها بأحاديث رسول الله وهي كثيرة في أبواب مختلفة جدا طيب وأيضا كان لعمله هذا أثر وهو أن العلماء اعتمدوا على كتابه في الاستدلال بروايات رسول الله لذكره الشرف والصلوات خل أورد إليك بعض الأمثلة من الأمثلة على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذا في جوامعنا الحديثية المتقدمة ما تلقاه ولكن إذا أريد الاستدلال به عادة إما ينقل من بعض كتب الحديث لأهل السنة أو ينقل من كتاب غوالي عوالي اللآل لابن أبي جمهور طيب مثلا حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بالصلاة عليه مرة أخرى الله صلي على عم الوصول الله الناس مسلطون على أموالهم هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يستدل فيها في باب المعاملات البيع والإجارة وغير ذلك في أبواب المعاملات كثير منها مدار الاستدلال على هذه الرواية الناس مسلطون على أموالهم لما ترجع إلى كتب الفقه تجد أن مصدر هذه الرواية أنهم ينقلونها عن ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي اللآل وهكذا لا يسقط الميسور بالمعسور خلينا نثلث الصلوات هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتأسست على ضوءه قاعدة باسم قاعدة الميسور يعمل بها عدد جم من فقهاء الشيعة يعني إذا الشيء أمر به الإنسان وكان مجزأ إلى أجزاء ولم يكن يستطيع القيام بكل العمل فإنه يأتي بما تيسر له ضمن طبعا شروط معينة وضمن حسابات معينة الآن ما نتعرض نحن إلى قاعدة الميسور ولكن لما نروح إلى الفقه نجد كثير من علمائنا في كثير من المسائل يعملون بهذه القاعدة في الفقه طيب قاعدة سيالة بعض الفقهاء لا يقبلها ولكن كثير من العلماء يقبلون هذه ويستدلون بها في مسائل كثيرة في الفقه هاي المصدر ما لها لما تروح تراجع الكتب الفقهية ينسبونها إلى أنها مذكورة في كتاب عوالي لآلع لابن أبي جمهور الأحسائي أريد أقول لك لما قام ابن أبي جمهور الأحسائي بهذا العمل في استجلاب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ورواياته في أبواب الفقه المختلفة صنع أثرين الأثر الأول رد بشكل غير مباشر على من يقول أن الشيعة لا يستدلون بقول رسول الله في الفقه وجهة أخرى فتح للعلماء بابا للاعتماد والاستناد على هذه الروايات طيب وكتابه عوالي لآله من الكتب القيمة جدا والعالية وإن كان ليس الكتاب الوحيد عنده كتب متعددة عنده كتاب الأقطاب الفقهية جمع قطب وهو كتاب فيه خمسة وأربعين قاعدة فقهية وأصولية مركزة وجميلة وعليها أمثلة يجي مثلا يقسم خطاب الوضع وخطاب التكليف بعدين يقسم خطاب الوضع إلى السبب والشرط والمانع يقسم السبب إلى سبب وقتي وإلى سبب معنوي وإلى سبب قولي وإلى سبب فعلي وبعد ذلك يجي يمثل في الشريعة إلى كل هذه الأشياء إذا تعارضت الأسباب تداخل لو ما تداخل غير ذلك في عرض جميل خمسة وأربعين قاعدة فقهية يطبقها على الأبواب المختلفة في الفقه من باب المياه إلى الصلاة إلى الصوم إلى الحج إلى الزكاة إلى الطلاق إلى النكاح إلى الديات طيب وهو كتاب قيم ينتمي إلى مرحلة فقهاء الشيعة بدأوا بتقعيد القواعد من أيام الشهيد الأول هذا بدأ الخط ألف كتاب القواعد والفوائد الشهيد الأول ثم المقداد السيوري ألف نضد القواعد الفقهية ثم الشهيد الثاني ألف تمهيد القواعد الفقهية والأصولية ابن أبي جمهور أيضا في نفس هذا السياق في هالموضوع ألف كتاب الأقطاب الفقهية قواعد في الفقه والأصول وهو كتاب قيم عنده كتاب في العقائد معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر الباب الحادي عشر عقائد كتبه العلام الحلي وهذا إجا وشرح عند كتاب في الاستدلال كاشف الحال عن مناهج الاستدلال كيفية الاستدلال في المسائل الفقهية بالأخبار طيب وعند أيضا أسرار الحج وعند عدد آخر من الكتب القيمة والمفيدة لكن أشهر كتبه كانت كتاب العوالي عوالي اللآل العزيزية وأثني على الكتاب من قبل علماء وعمل به وستطيع ذكر له شيخ بن أبي جمهور إلى الآن لا يزال يرد ذكره هم في كتب الفقه وهم في كتب الأصول أجيب إليك بعض الموارد ولا نطيل عليك هنا مثلا يرد ذكره إلى الآن عندما يبحث الفقهاء في الفقه الاستدلالي مسألة أنه هل قول هل يجوز تقليد الميت ابتداء أو لا عند الأصوليين الآن في هذا الزمان تقريبا المسألة مستقرة على عدم جواز تقليد الميت ابتداء أصحابنا الأخباريين أصحابنا الأخباريون يقولون بجواز ذلك ولكل جهة دليلها وما تنتهي إليه من جملة أدلة الأصوليين على عدم الجواز نقل الإجماع الذي ذكره ابن أبي جمهور الأحساء قال هناك إجماع بين أصحابنا الإمامية على عدم الجواز أكو بعض المستدلين والفقهاء قبلوا هذا الكلام من ابن أبي جمهور ووافقوه في الإجماع وأكو بعضهم ردة لكن أريد أقول لك له ذكر في مثل هذه المسألة إله ذكر في باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار قاعدة من القواعد المهمة التي تترتب عليها ثمرات فقهية وفروع كثيرة جدا لكن هل أن النص الوارد عن النبي فقط لا ضرر ولا ضرار أو لا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إذا بس لا ضرر ولا ضرار يصير إليها معنى إذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يصير إليها معنى آخر تختلف النتيجة من قول في كتب الروايات لا ضرر ولا ضرار ابن أبي جمهور في عوالي اللآل ذكر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لذلك كل من تعرض إلى هذه القاعدة ذكر في أن القاعدة نقلت بصيغ متعددة واحد منها الصيغة التي نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآل بإضافة في الإسلام وهذا شنو يترتب عليه من كلام ويقبل هذا النص أو يرده هذا حسب نظر ذلك الفقية في الأصول مثلا في باب الأخبار المتعارضة إذا جاءنا خبران متعارضان عن الإمام واش نسوي فيهم ماذا نعمل بها يتفرد ابن أبي جمهور بنقل رواية كما ذكر علماؤنا اللي اتغير بعض النتائج وهي رواية ينقلها عن زرارة عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهما السلام أنه يأتينا عنكم خبران متعارضان فماذا نصنع فيهما فقال خذ بما جاء به أعدلوهما وأوثقوهما وأورعوهما في الحديث اللي رجال استند أفضل أعدل أورع أصدق قدمه طيب قال فإنهما عدلان مرضيان متساوين من هالجهرواة وش نسوي قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ ذا النادر قال فإنهما مشهوران روايتين مشهورة قال خذ انظر إلى ما وافق العامة فخذ بالآخر هنا أريد أفتح إليك قوس أوضحها المعنى لأنه هذا من الأمور التي تم النبز بها على شيعة أهل البيت يقول لك كيف يصير اللي قاله العامة يعني أهل السنة الروح نوافقه إذا كان مخالفا لو صلوا أربع نحن نصلي ثلاث ركعات لو مثلا صاموا شهر رمضان نصوم شوال أو شعبان لا هذا تبسيط جدا ساذج للمسألة والقضية أيضا مو قضية عناد من أهل البيت بناء على صدور هذه الرواية ولا من الشيعة وإنما ما قاله الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين أعلى الله مقامه وهو كلام ينبغي أن يكتب بالنور على وجنات الحور لقيمته وجودته كيف يقول الإمام مو في صدد أنه ناد لكم بنخالفكم ولا عنده عداوة شخصية ويا هذه الجهة حتى وين ما يمش هما في طريق نحن نمش في غير الله هذا ربما غيرنا يصنعه يقول قامت بعض الفقهاء من غير الشيعة يقول لك قامت الروايات على أن السنة هي اتخذتهم باليمين لكن لما اتخذه أهل استحب مخالفتهم هذا نوع من العناد غير الصحيح والإمام مو في هذا الصدد أبدا غيرنا ربما يصنعه الأمر هذا لكن شنو يقول في أيام الإمام الباقر وأيام الإمام الصادق عليهم السلام كان طلاب العلم والفتوى يأتون إلى الإمامين من مختلف المذاهب قد يجي واحد على رأي أبي حنيفة ويسأل من الإمام يجي واحد على رأي غيره من العلماء ويسأل من الإمام الإمام هنا تارة يشوف هذا يريد رأي الإمام وكلام الإمام فيعطيه محضى الحق وأخرى يشوفه ما يريد كلامه وإنما يريد أن يعلمه فتوى مرجعه فتوى أبي حنيفة مثلا أو فتوى غيره فهنان الإمام من منطلق الأمانة ينبغي أن لا يقول له إلا ما طلب أنا أذكر أن هناك إشارة إلى هالمعنى أيضا إلى ما قاله السيد شرف الدين أكو روايح عن أبان ابن تغلب أبان ابن تغلب واحد من فقهاء أصحابنا العظام قال للإمام عليه السلام إني أجلس في مسجد النبي فيأتي بعض أصحابنا يعني الشيعة ويسألوني فأفتيهم بقولكم ويأتيني من هو ليس على أمرنا يعني غير شيعي فأفتيه بقول مذهبه ويأتيني من لا أعلم شيعي أو سني فأجعل قولكم بين الأقوال أقول له فلان يقول هكذا فلان يقول هكذا جعفر بن محمد أيضا يقول هكذا فما ترى في هذا الكلام قال نعم اصنع ذلك فإني أنا أصنعه يعني إذا شفت واحد جاي يسألني ما يبغى قولي أنا الإمام الصادق ولا قولي أنا الإمام الباقر يبغى قول مرجع آخر إمام آخر أنا مقتضى الأمانة أنا أخبره برأي مذهبه إذا أراد رأيي أنا وهو من أصحابنا من شيعتنا يريد أن يتعبد به أنا أخبره بمحض الحق زين فالإمام فالإمام إذن يفتي هذا بحسب مذهبه وهذا منشأ من مناشئ التقيه ويفتي هذا بحسب قول أهل البيت عليهما السلام هذا ثقة وهذا ثقة اثنين آتهم يقولون أنا سمعت الإمام الصادق يقوله كذلك لكن هذا غير شيعي بعدين نقلت هذه الروايات ووصلت إلينا طيب ما نقوله أنت شذاب وإنما هذا ثقة صادق القول وهذا صادق القول لكن الإمام أفتى هذا قال له أنت مخير في الصوم في وقت السفر ليش لأنه يدري أنه على غير مذهب الشيعة فأفته برأيهم وهذا لأنه شيعي قال له لا لا يجوز لك الصيام في السفر الروايتين اثنيناتهم نقلت إلنا وتعارضت إهنانا الحل إهنانا ما نقول إلى واحد منهم تشذاب الإمام ما قال هكذا وإنما نقول ننظر إلى ما وافق فتوى أهل السنة فنقول ذاك الحديث الموافق لكلام أهل السنة قاله الإمام عليه السلام لأجل أن ذلك الشخص ليس من أصحابهم لا يريد قول الإمام عليه السلام فإذا نحن إذا نريد قول الإمام ليس ذاك القول وإنما هذا القول وهذا كلام في الحقيقة كلام جدا قيم ورائع من السيد شرف الدين على الله مقام صاحب المراجعات على أي حال هذه من جملة الروايات أيضا التي تفرد ابن أبي جمهور كما ذكر بعض العلماء بنقلها ونقلت عنه فالرجل إذن إله أثر لا يزال باقي في كتبنا الفقهية في كتبنا الأصولية طيب إضافة إلى بعض كتب العقائد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي في درجته هنا أكفت إشكال وأنهي به الحديث بعد ما نطول عليكم بعض الناس إجوا قالوا أن هذا الكتاب الأساسي مال ابن أبي جمهور كتاب غير مسند وإنما مرسل مثلا يقول قال رسول الله كذا وكذا فإذا كان هالشكل إذن قيمته العلمية تكون قيمة قليلة أجاب عن هذا أكثر من واحد منهم المحدث النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل اللي يسمونه خاتمة المحدثين وأجاب عنه أيضا السيد المرعش النجفي أعلى الله مقامه واحد من مراجع الشيعة توفي قبل حوالي عقدين من الزمان وذكر ترجمته أيضا ثم شرع في بعض هذه المناقشات ومما قاله قالوا أولا هذا الرجل له سبعة طرق إلى الرواية ليس طريق واحد وذكرها في بعض الكتب الأخرى صحيح ما ذكره هنا ولكن ذكرها في بعض الكتب الأخرى وهالروايات إذن تكون مسندة بواحد من الطرق السبعة هذا واحد الأمر الأمر الآخر أن مسلكه حسب ما يستفاد من كلماته هو مسلك الخبر الموثوق نحن يمكن أشرنا فالليلة من الليالي إلى الفرق بين مسلك الوثوق السندي والوثوق الصدوري يعني رواية من الروايات مثل الناس مسلطون على أموالهم يمكن واحد من رجال السند فيها ضعيف مثلا لكن توجد هناك قراء توجد هناك ملاحظات تجعلنا نطمئن إلى أن هذا الخبر صادر عن رسول الله صلى الله عليه موافقته للأصول العامة في الفقه الإسلامي ذكره مثلا في أكثر من مكان من الروايات غير ذلك من الأمور مطابقته إلى أحاديث أخرى وإن كان مو بنفس النص تجعلنا نطمئن ونثق بأن هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي من درجة هذا العالم الجليل وأن يجمعه مع أمته وأن يجمعنا وإياهم في جنته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد يكفي هذا المقدار من الحديث ننحدر إلى ذكر كربلاء وذكر أبطالها صلوات الله وسلامه عليهم وفي طليعتهم صنو الحسين وأخوه وناصره ومؤيده بل عضده الأكبر أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه وعليه ونتوسل ونتوجه إلى الله بهذه الصفوة الطاهرة قل يا رب إحنا وجوهنا من الذنوب خلقة أتكلم عن نفسي مو عن الحاضرين وجوهنا خلقة من الذنوب من يقدر نلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ولكن إن حب أن نتوجه يصير عندنا وجه بهذه الصفوة التي أعطت لله أعظم ما يعطي إنسان لأحد وهو النفس الشريف والدماء الزكية ذول أعطوا دماؤهم ونفوسهم الطاهرة وأرخصوها وهي غالية في سبيل الله عز وجل فكان لهم شأن وكان لهم وجاه وهم ممن يتوسل إلى الله بهم وفي طليعة هؤلاء أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه بطل أطل على العراق مجليا فاعصوصبت فرقا تمور شآمها انسحبت من الخوف فاعصوصبت فرقا تمور شآمها فكأنه نسر بأعلى جوها جلا فحلق ما هناك حمامها طارت تلك الطيور هل جنود هزموا من أمامه بالفعل يعني انت تصور واحد واجه إله بس على الشريعة أربعة آلاف مقاتل يقودهم عمرو بن الحجاج الزبيدي أو الزبيدي فإذا بأب الفضل العباس ينسفهم عن آخرهم ويرجعهم إلى الخلف ويفرق مواضعهم ويقتحم الشريعة فلذلك ملك الشريعة وانحنى من فوق قائم سيفه ضرغامها هل شرب الماء أنت تصور الآن وأنت في وقت الصيام أول ما تفكر فيه عندما يؤذن المؤذن أن تبلل شفتيك وأن تبرد على فؤادك بقطرات من الماء ما عندك مانع أن يتأخر عنك الطعام ولكنك لا تصبر على الماء أول ما تبادر تبادر إلى الماء هذا أبو الفضل العباس صايم صوم مضاعف لأنه بالإضافة إلى حرمانه من الماء كان يقاتل ويحارب وهالتعب الشديد وهالجراح اللي تصيبه لكن فأبت نقيبته الزكية تريها وحشب نفاطمة وحشب نفاطمة يشب ضرامها شلون شراب وخوي حسين عطش وسكن أبو الحرام وطفال رضعا وضن قلب العلي يللتهب نيرا يا ريت الماء بعد لح لوم هذا الماء يجري بطون حيا وضوغ أقب والخو يحسين وضن طفل أي ويل من العطش ماء وضن موت قراب والعمر قصار لذلك ألقى الماء على الماء وقصد المخيم حتى إذا واف المخيم جلجلت سوداء قد ملأ الفضاء إرزامها قطعوا يديه أيوة عباسا وضربوه بعمود من الحديد على رأسه فهوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي أبا عبد الله أدرك أخاك عليك مني السلام يا أبا عبد الله جاءه الحسين ووقف على مصرعي وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي نجتني هذه الأرمية يا أخو يسا وقع بيتي علي يا أخو يسا عدوي شمت بي وشوف أنك يا بوفا ظلم طبار عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نحوي بثارات يوم الدارة تطلبني